اشتركوا في القناة الصور الطبيعة تستطيع ان تستعمل اي واحدة من هذه موقع بيكسل وتدخل وتقوم بتحميل اي صورة تريدها مثلا اخترت هذه كل ما علي فعله بشكل سريع ادي الى هنا اختار على هذه هي الايقونة بعد ذلك اختار بعد ذلك العب في الهيو مثلا هكذا جيد استطيع ان اتلاعب في التشبع بالالوان ايضا استطيع ان اتلاعب في الاضاءة الخاصة بالصورة ربما ناقص عشرة ممتازة خلينا نخليها عشرة في العادي او صفر نقطة مهمة اريد ان اتكلم عنها عندما تتلاعب في الاضاءة اكد انه سوف تأتيك مناطق غير منطقية مثلا ان يكون الانعكاس في الماء بهذه الشدة غير منطقي تماما كل ما علي فعله هو اني اتي الى الماسك الخاص بالهيوان ساتيريشن اختار فوغراوند اه سوداء في المقدمة وفي البيض ابيض البراش تول اتأكد انه البراش ناعمة فشاهد لو تكون هكذا شاهد كيف تكون نهاية البراش اه واضحة جدا على عكس انه عندما تكون بهذا الشكل اه ما راح تشاهد نهاية البراش بالنسبة الى الاشخاص الذين لا يعرفون طبعا اه بعد ذلك اقوم بالمس هكذا اكيد انه اه لو كان العمل احترافي اه فقط على المياه اينما يوجد العشب كلها سوف اقوم باعادتها اضغط على الاكس فقط لأعكس من اه هنا لأرجع اه اللون الاخضر الى كل هذه اه المناطق اه هكذا فقط اه بشكل سريع من اجل ان تصل الفكرة فقط اه بعد ذلك انا الاحظ انه اه هناك اه فرق كبير او تباين اه واضح ما بين عندما يكون الماسك اه اوف وعندما يكون الماسك سوف اقوم بتصحيح المشكل اضغط مرتين متتاليتين لادخل في خصائص الماسك اه بعد ذلك اقوم بالتلاعب في اه دونسيتي الخاصة بالماسك شاهد هنا ربما في حدود الاربعون اه ممتازة اه جيد واكون قد انتهيت من التعديل بشكل اه سريع بسيط خفيف وشاهد كيف تحولت الصورة الى الجنة فوق الارض كنترول جي خليني نخفي هذه ربما رح اخلي كامل وشاهد كيف تحسنت الصورة واصبح العشب اخضر حتى في بلاد العربية يستطيع ان يكون العشب اخضر لا تصدق الصور فقط الاجانب يجدون التعامل مع الفوتوشوب القاكم في حلقة اخرى ان شاء الله بعد قليل السلام اشتركوا في القناة